شكله كده النادي الاهلي يا جماعة بدأ الاحتفال هتقول لي لسه ما تحسمتش هقولك طبعا لسه ما تحسمتش لسه أدام رقميا لسه ما تحسمتش يبقى ما تحسمتش ومازال البيراميدز في المنافسة ده النظري العمل ايه بقى؟ العمل ايه ان الاهلي بقى له فترة بيتوحش فنيا أداء دائما مميز أداء دائما في جدية في إسرار على اللقب فيش دلع فيش هزار ما فيش يعني اللي هو خلص الدوري خلص بقى بعد مباراتين براميدز والحكاية خلصت ما فيش الكلام ده خالص النهاردة ربعية للنادي الاهلي واتكلم على كل شيء في هذه المواجهة بس عايزة اتكلم بداية عن مارس الكولر يبدو ان الكلام مقرر بس النهاردة فيه رقم بشكل رسمي في رقم بشكل رسمي نهاردة مارس الكولر مع النادي الاهلي بيوصل للفوز رقم 17 على التوالي الرقم ده ما حققوش غير مانو الجوزين مع النادي الاهلي في 2004-2005 بجيل بجيل زهبي جيل تاريخي جيل ما تقررش لا قبل ولا بعد هتقولي لا ما هالإنجازات اللي بيعملها الجيل الحالي ده وتخليه أفضل من الجيل ده أنا مش بكلمك على الأرقام والإنجازات والبطلات هتبص على اللي بيعمله مارس الكولر وتقيس مارس الكولر أعظم مداري في تاريخ النادي الاهلي على مستوى البطلات على مستوى الأرقام على مستوى الاستمرارية على مستوى التنوع في الاختيارات في اللاعبين ودي نقطة قف عندها كتير أوج لو أنا عايز أثبت وجهة نظري يعني أنا بقولك وجهة نظري دي وهقولك يعني المعطيات بتاعتها إيه الراجل ده على مستوى قائمة النادي الاهلي قادر يستخدم غالبية اللاعبين في القائمة يعني إيه يعني ما بستخدمش 11, 12, 13, 14 لعبه وبس كل اللاعبين بستخدمه الراجل رغم الضغط رغم الإرهاق ودي أكتر سنة أو أكتر سنة مش موسم أكتر سنة على النادي الأهلي فيها إرهاق بدني مرعب عشان فيها السنة دي عن السنين اللي فاتت البطولة المستحدثة بتاعت أفريقيا اللي هي كانت السوبرليج فالموسم ده السنة دي صعبة جدا 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 بدنيا عن النادي الأهلي ورغم كده نجاحات في كل شيء في كل شيء نهاردة مثلا هتلاقي مام عشور هو الجناح على الشمال هتلاقي الناحية التانية ريدا سليم العادي كان بيبقى فيه حسين الشحات وفيه برستاو ولو ما فيش دول هيبقى فيه طاهر واحمد عبدالقادر لا أنا هلاعب إمام الشمال وينجي شمال وهلاعب ريدا سليم على اليمين ما فيش علي معلول أهم ركيزة في النادي الأهلي من 2016 من 2016 أهم لاعب بيبنى عليه الأهلي وأهم نجم في النادي الأهلي هو علي معلول ما فيش علي معلول هات كريم فؤاد وأطوره طيب ما فيش محمد هاني أحط خيد عبدالفتاح ما فيش شاسر إبراهيم شغال رم ربيعة تمام طيب ما فيش محمد الشناوي فيه مصطفى شبير طيب ما فيش أليو ديانج فيه أكرم توفيق ما فيش مرانا عطية فيه كوكة فيه السلية ما فيش إمام عشور فيه أفشة هتلاقي طول الوقت بيستغنم كل اللعيبة وإنت مش حاسس إن فيه مشكلة في الأهلي أي اسمي اللي أنا قلتلك عليهم دول لما كان بيغيب كان بيبقى فيه مشكلة في الأهلي قبل مرسل كولر موقف اللعيبة كلها عارج لها منخلي فيه منافسة كبيرة جدا بين كل اللعيبة وكل اللعيبة مميزة مدهش تطور الفردي عند اللعبين تطور في الإمكانيات تطور في الإستلام والتسلم التطور في الأدوار الدفاعية التطور في الأدوار الهجومية التركيز في التسعين دي كل حاجة عملها مرسل كولر مع النادي الأهلي مكسب تاريخ النادي الأهلي مرسل كولر ترجمة نانسي قنقر